هو في تعريفه البسيط انقلاب كغيره من الانقلابات التي شهدتها القارة الافريقية فمجموعة من العسكريين عزلوا الرئيس المدني في النيجر محمد بازوم واستولوا على السلطة بالقوة لكن الامر هذه المرة يختلف من حيث الاسباب والتداعيات فالرئيس المعزول متهم بالتماهي في سياساته مع الاهداف الاستعمارية لفرنسا التي يمتد نفوذها سياسيا واقتصاديا ليس في النيجر وحدها بل في العديد من مستعمراتها القديمة غربي القارة الافريقية هذا عن الاسباب اما التداعيات فليس اذل عليها من اعلان قادة الانقلاب قطع العلاقات والغاء الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا بينما في المقابل اعلنت باريس ان هذا الانقلاب غير شرعي وانها لن تعترف بسلطته في النيجر المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ايكواس والتي تضم خمس عشرة لولة من دول الساحل الافريقي فرضت من جانبها عقوبات اقتصادية على سلطة الانقلاب الجديد مؤكدة ان كل الخيارات تبقى مفتوحة من اجل انهاء الانقلاب واعادة الشرعية الى النيجر بما يتضمن احتمال التدخل العسكري الا ان بعض المحللين لا يرجحون ذلك الاحتمال بالنظر الى تعقيدات المواقف الدولية ولعبة المصالح بين الدول الكبرى التي قد تفرد سياقا اقل حدة للتعامل مع الانقلاب خشية الانزلاق نحو حرب اقليمية واسعة النطاق اما قادة الانقلاب فيبدو ان الخيارات امامهم محدودة بسبب ترد الاوضاع الاقتصادية والضغوط الدولية والاقليمية الامر الذي يفتح الباب مجددا على احتمالات متنوعة على الصعيدين الدبلوماسي والعسكري وبحسب محللين فان ازمة الانقلاب في النيجر كشفت عن الانتقائية السياسية والزواجية معايير المجتمع الدولي فالتحرك العاجل لا يبدأ وعندما تنتهك الديمقراطية او حقوق الانسان كما جرى ويجري في الشمال الافريقي والمنطقة العربية وانما يكون التحرك الدولي فاعلا فقط عندما تمس مصالح الدول الكبرى ترجمة نانسي قنقر